بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نتكلم على كيف نفعل الامر على دايزيك في الرسيفر بمعنى لو انا مركب امر او اثنين او ثلاثة ازاي اقدر اختار كل امر و ازاي اخليه على دايزيك بتاعي طبعا انا بعدما بخلص تركيبة الامار بتاعتي بيوصلهم على دايزيك وبوصل مثلا مثل النار سيات على رقم واحد الاموس على رقم اثنين الهوت بيرد على رقم ثلاثة كل ده خطوات انا بعملها عندي الطبع احضر ده دلوقتي عندي على صفر بيتاي باجي على مينيو واختار التركيب بعد التركيب باختار الضبط الهوائي بعد الضبط الهوائي بيجع انتدام يدلوقتي اسمه الامر معايا بيجع هنا حاجه اسمه نمط دايزك او دايزك عمتا يعني في اي جهاز طبعا انا عندي دايزك 4 ف انا بخلي دايزك 1-0 لما يبقى دايزك او 4 بخلي دايزك 1-0 بفتح معي يعني هو دلوقت المفروض ان هو ببقى معمول لا انا لأ انا بخلي دايزك واحد زيرو باجي هنا على بعد ما بخلي دايزك واحد زيرو باجي على دايزك من تحت وبختار ما بين الا والبي والسي والدي انا ممكن يكون عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة في اجهزة كده وفي اجهزة كده والنظام كله في الاجهزة واحد الفتر اميت النيلسات عندي على اثنين بخليها بي طب النيلسات عندي على واحد بخليها ايه طب النيلسات عندي على تلاتة بخليها سيische يبقىط طريقة التفعيل falarة كلها في الاجهزة واحد beatingيت من خلال باجي على الضبط المينيو بعد المينيو بجيبي التركيب الضبط الهوائي الاجهزة كلها نظام واحد مفيش فيها اختلاف باجي من خلال الديزك بقى بتاعي بعد ما بيجيب الضبط الهوائي بخلي نمط الديزك ده بخليها دايزك واحد زيرو ده في حالة ان انا عمد دايزك اربعة مخرج ومن خلال الخيار اللي تحت الاخير بقدر افعل الديزك بتاعي على الامر اللي قدامي بيبقى عندي اسم الامر فوق زي ما موجود دلوقتي النيلسات بفعله سواء انا بقى مركبه على الديزك عندي واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة بفعله على الديزك بتاعي وده كان الموضوع ان النهاردة موضوع سهل وبسيط واريت لو عجبك الفيديو تشارك في القناة واتفعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته